انطلاقاً من نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل الهيان طيب الله ثراه الذي وضع اللبنات الأولى لمراكز التحفيظ وتكريم الحفظة اختتمت اليوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فعاليات الدورة الثالثة عشرة لجائزتها لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقيمها الهيئة سنوياً والتي حرصت على إتاحة الفرص أمام كل فئات المجتمع الرغبين في تعلم كتاب الله على اختلاف أعمارهم للالتحقي بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات المساجد وعبر التقنية الحديثة عن بعد شارك في فرع العشرين جزء والحمد لله لو وفقني في السلمركز الثالث تجربة المسابقة كانت تجربة طيبة جداً الحمد لله عدينا تصفيات التمهيدية وتصفيات النهائية خلال هذه التصفيات اختبرتنا لجنة ماشاء الله لجنة متميزة وكانت الأمور كلها متيسرة ولله الحمد تخلل فقرات الحفل عرض من مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها قبل 13 عاماً كما استمع الحضور لحوار ممتع بين الفائزين بالمركز الأول في فرع كامل القرآن الكريم تكلما في عن تجربتهما خلال رحلتهما في حفظ القرآن الكريم ومشاركتهما في الجوائز والمسابقات القرآنية أشكر أمي وأبوي اللي ما قصروا معاي ودعموني في كل شيء ودعموني نفسياً معنوياً حفظ خاصة أمي اللي كانت تسمع لي في البيت واللي كانت كل يوم أشرد معاها الأجزاء الحمد لله تعبت وهذا ثمرت جهد أمي كما تنوعت الفقرات التي أظهرت مهارات حفظ القرآن الكريم وابدع المتسابقون في المنافسة بالحفظ التي بيّنت مدى الإتقان في حفظ آيات كتاب الله حفظ القرآن الكريم هو من أعظم العبادات في دين الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبير لحفظة كتاب الله من خلال المبادرات والمسابقات لنشرة علوم الدار مهي ياسر أبوظبي